كيف نعظم الوحي؟ واحد الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اثنان فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ثلاثة اتباع نصوص الوحي والعمل بها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أربعة التحاكم عند النزاع إلى نصوص الوحي والتسليم والانقياد لها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول خمسة نشر الوحي وتبليغه ستة الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر